وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الصينية بكين الإعلامي الصيني نادر رونغ سيد نادر بعد التحية فيروس كورونا عاد من جديد مع ارتفاع حالات الإصابة في الصين مؤخرا بالتوازي بكين تعيد فتح حدودها وتتخلى عن سياسة صفر كوفيد كيف تقرأ المشهد في ظل هذه المعطيات أهلا ومرحبا بكم أولا هذا القرار يأتي بالدراسة والاستعداد كاملة لتنفيذها الصيني بادرت إلى فتح الحدود بعد الدراسات العلمية وكذلك الاستعداد كامل وأولا لأن الخطورة الفروسات المتحورات انخفضت بشكل كبير وكذلك المناعة لدى السكان نسبة التلقيح لصينيين تجاوزت 90% وكذلك هناك عدد المصابين قد اكتسبت كبيرة اكتسبوا المناعة القطيع وخاصة في بعض المدن الكبرى وكذلك المأجل تسحيل وتنشيد الاقتصاد الصيني وكذلك انتعاش الاقتصاد العالمي قرارت الصين فتح الحدود بعد استعداد كامل للموارد الطيبية وكذلك الأدوية هل هذا يعني ان الاجراءات الصينية الاخيرة بفتح الحدود والاقتصاد لان الفيروس اصبح لا يمثل خطرا في ظل توفر الامصال كما ذكرت وان العديد اصبح عندهم مناعة القطيع كما ذكرت ام ان هناك تخوفات ما زالت من متحورات اخرى كتستجد من هذا الفيروس حاليا الصين تعمل على متابعة بالكثب والارسات قيام بالرصد المكثفة للفيروسات المتحورات المنتشرة في الصين حاليا لا توجد لم يتم رصد اي المتحورات الجديدة في الصين والمتحورات الفيروس او ميكرو المنتشرة في الصين هي نفس المتحورات التي اجتاعت باقي الدول العالم مقابل ايضا اشهر وقد اكتسبت كذلك المعظم الدول في العالم المناعة القطيع لهذه المتحورات الموجودة في الصين نعم عبر سكايب من العاصمة الصينية بكين الاعلامي الصيني نادي الرونج كنت معنا مباشرة شكرا جزيلا لك